من التساؤلات الهامة جدا التي تم ملاحظتها في الايام الاخيرة بان هناك تساؤلات حول عودة الحياة الى طبيعتها وهل عودتها الى طبيعتها معناتها زوال الخطر وان الفيروس انتهى وغير موجود بطبيعة الحال هذا غير صحيح الفيروس موجود الفيروس نشط الجائحة لا تزال قائمة ولا يوجد حتى الان لقاح الابحاث مستمرة نتأمل خير باذن الله البروتوكولات العلاجية تحدث وتعلمون بان البروتوكولات العلاجية في المملكة ذكرنا وستسمعون اليوم اكثر عن كمية التحديث والرصد وجعلها دائما تستوعب اهم المستجدات التي تجعلها افضل واكثر فاعلية للتعامل مع الحالات المصابة بهذا الفيروس ولكن مهم جدا ان نعي بان الفيروس موجود ولكن العودة اصبحت الان ممكنة بحذر فيجب ان نعود بحذر لحياتنا وممارستنا لانشطتنا العودة اصبحنا نفهم اليوم من التعامل والابحاث والدراسات والرصد والخبرات المتراكمة الموجودة على الفترة الماضية كيف نتعامل معه من خلال تطبيق مجموعة من الاجراءات اذا طبقناها نجعل باذن الله الفرص اقل واقل في انتشاره فيما بيننا كيف يحمل الانسان نفسه عند خروجه من المنزل العودة للحياة الطبيعية معناتها ان الانسان سيتنقل من مكان الى مكان سيذهب الى مقرات عمل سيذهب الى اسواق سيذهب الى المسجد سيذهب الى اماكن يرتادها مع اناس اخرين قد يكون هناك تنقل قد يكون هناك سفر طبعا كل هذه الامور مهم جدا ان نراعي اثناء وجودنا فيها التقيد بالبروتوكولات الصحية والتقيد بالسلوكيات الصحية والتقيد باهم شيء يعتبر هو محور عودتنا بحذر التباعد الاجتماعي ان نلتزم به وركائزه الاساسية الخمس هي ان نتجنب التجمعات التي يكون فيها عدد اكثر من المقبول ان نترك دائما بيننا وبين الاخرين مسافة كافية ان يتم تغطية الفم والانف بارتداء الكمامات او غيرها من الامور التي يمكن استخدامها للتغطية عدم المصافحة والحرص دائما على غسل اليدين او تأقيمها وان تكون دائما نظيفة وان نتجنب كثرة ملامسة الاسطح والعودة بعد ذلك وملامسة العين والانف والفم هذه اهم العناصر الرئيسية التي تجعل التباعد الاجتماعي مفعل واننا ملتزمين به ونكون بامان باذن الله عند العودة لمختلف المناشط الحياتية اشتركوا في القناة